بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب مرحبا بكم في الدرس الثالث أو اللقاء الثالث من أصول التفسير مقرر أصول التفسير في كلية التعليم المفتوح تفسير القرآن بالقرآن وهو أول أصلين من أصول التفسير التي ينبغي معرفتها والعمل بها حتى نفسر كلام الله سبحانه وتعالى تفسيرا صحيحا عزيزي الطالب سوف تكون بعد هذا الدرس قادرا على أن تعرف كلام الله سبحانه وتعالى وكيف تفسير القرآن بالقرآن وعلى أن تعرف صور تفسير القرآن بالقرآن وعلى أن تذكر أمثلة لتلك الصور وتبين مصادر تفسير القرآن بالقرآن كل هذه ستعرفها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد دراسة هذه الحلقة من أصول التفسير أما تفسير القرآن بالقرآن من حيث التعريف فهو أن نفسر القرآن الكريم بكلام الله سبحانه وتعالى كما ذكرناه في الحلقة السابقة بأن في القرآن الكريم شيء موجود من التفصيل والبيان لبعض الآيات القرآنية وقد يكون هذا البيان متواصلا مع الآيات القرآنية وقد يكون بعيدا في مواضع أخرى مما ينبغي الإنسان مما يجعل الإنسان ضرورة الاستدلال والنظر العقلي والاجتهاد وإعمال الرأي في أخذ الآيات القرآنية التي تبين الآيات الأخرى وهذا تفسير القرآن بالقرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في مثل سابق وورد عن الصحابة الكرام من الله عليهم وورد عن التابعين وكذلك نجده في كتب التفاسير وهي كثيرة جدا من أحسن التفاسير التي يذكر فيها تفسير القرآن من القرآن تفسير ابن كثير وكذلك تفسير ابن جريل الطبري وغيره لكن تفسير ابن كثير هو العنوان الأبرز في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ثم في العصر الحديث كتاب يسمى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وهو العنوان أيضا الأبرز في عصرنا الحديث لتفسير القرآن بالقرآن ومن أحسن طرق تفسير القرآن بالقرآن أن نفسره بكتاب الله سبحانه وتعالى أولاً بالآيات الصريحة في التفسير فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بكلامه وأعلم مراد نفسه في كتابه سبحانه وتعالى ولذلك فأحسن طرق التفسير أن نفسره بالكلام الصريح من كلام الله سبحانه وتعالى ثم نعمل الرأي والإجتهاد في تفسير كلام الله سبحانه من مواضع أخرى من القرآن الكريم وإما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة والتابعين إلى عصر الحاضر ومما يدعو إلى تتبع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن هذا القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة مبينا مفصلا في بعض المواقف وفي بعضها غير مفصل مجمن وينبغي الإنسان أن يعتمد على إعمال الرأي والإجتهاد ليبين هذا الكلام المجمل في مواطنة أخرى تفسير القرآن بالقرآن له صور كثيرة تندرج تحت هذا العنوان البارز تفسير القرآن بالقرآن فليس كل ما قيل أنه من تفسير القرآن بالقرآن تفسير أو نوع من التفسير ولكن الصور التي ذكرها العلماء جملة من الصور ذكروها ومثلوها بأمثلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في الأغلب هي مسائل اجتهادية ممكن للإنسان أن يضيف إليها وممكن أن يختصر منها ولذلك تختلف هذه الصور من عالم إلى آخر ومن كتاب إلى آخر أهم هذه الصور في تفسير القرآن بالقرآن أولا حمل ما ورد مختصرا في مواضع على ما ورد مبسوطا في مواضع أخرى ومن ذلك مثلا الحديث عن كيفية الخلق والبعث والقصص القرآني فقد تجيء قصة في موضع مختصرة عن نبي من الأنبياء أو عن حدث من الحوادث عبر التعريخ وتجيء في موضع آخر بأحداث أخرى لم تذكر في ذلك الموضع هذا يعتبر نوع من البيان فما نجده مختصرا في موضع نجده مبسوطا في موضع آخر النوع الثاني أو الصورة الثانية من تفسير القرآن بالقرآن أن يحمل المجمل على المفسر فبعض الأحيان نجد كلاما مجملا في موضع ثم نجد تفسيره بصيغة أخرى في موضع آخر المجمل هو الذي لا يدل بصيغته على المراد منه وسواء كان جملة تركيبية مركبة أو لفظة من الألفاظ أو آية كاملة بعض الأحيان نجد آية مجملة تبينها آية أخرى وهناك قراء تدل على البيان وعلى التفسير فهذا معنى المجمل والمفسر هو ما دل بنفسه على معناه أو على غيره دلالة واضحة ليس معا احتمال ومن أمثلة هذه الصورة مثلا قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب هذا الآية وردت قبل آية الميراث في سورة النساء للرجال نصيب وللنساء نصيب ولكن لم تبين هذه الآية ما هو النصيب فهنا مجملة جاءت بعدها آية المواريث وهي تبين ما هو نصيب النساء وما هو نصيب الذكور والرجال فبينت تبيانا واضحا بحيث أننا لا نجد في القرآن الكريم إلا آيات قليلة هذه الآية آية الميراث وآية أخرى جاءت بعدها وآية في الأرحام وأنهم يتوارثون جاءت في سورة الأحزاب وفي سورة الأنثال بنفس اللقظ وأقول الأرحام بعضهم أو لبعضهم في كتاب الله هذه هي آية الميراث بشكل مبسط ولكنها مع ذلك نجدها مبينة بيانا واضحا حتى قال العلماء أنها آية في الأحوال الشخصية من أكثر الآية القرآنية بيانا في هذه الحال في آية الموارث الصورة الثالثة من صور تفسير القرآن بالقرآن هو حمل المطلق المطلق على المغيد ما نجده في موضع من المواضع القرآنية مطلقا قد نجد في موضع آخر مقيدا وهذا التقييد نوع من التفسير والتبيين والبيان فالمطلق هو ما دل على ما هي بلا قيد أن يقال هذا إنسان مثلا كلمة إنسان تدل بإطلاق على الحيوان الناطق الذي يسمى الفلاسفة على الحيوان الناطق وهو الإنسان المعروف فهذا بلا قيد دلت عليه تقول هذا إنسان لكنك إذا أردت أن تقيده فتدل على ما هيته بقيد إنسان ماذا؟ تقول إنسان قصير مثلا أو إنسان أعرج أو إنسان أجهر أو إنسان وضي إلى آخره من الصفات التي تقيده فمثاله مثلا في القرآن الكريم آية الوصية أطلقت في موضعه ثم قيدت بكلمة أو بلفظ في نفس الآية يقول الله سبحانه وتعالى يذكر الوصية ثم يقول غير مضار قيد آية الوصية أن الإنسان إذا أوصى لأحد من أقاربه أو لأحد من الناس فإنه ينبغي أن لا يكون مضرا بغيره ممن أوصى لغيرهم فإنما يوصي يوصي الإنسان يوصي بتركته أو يوصي بشيء من المال لولد من أولاده أو لقريبا من أقربائه أو لشيء ما فيحق له الوصية غير أن لا يضر بالورثة بعد موته لكن بعض الناس قد يوصي بسبب أن يضر بالآخرين وهذا لا ينبغي في كتاب الله سبحانه وتعالى باعتماد هذه الآياء أو هذه اللفظة التي قيدت آية الوصية وقول الله سبحانه وتعالى مثلا وآتوا اليتام أموالهم فهنا أمر بأن يعطل اليتيم ماله من قبل الولي الذي كان وصيا على مال اليتيم ليس المقصود الأولياء الآباء ولكن الأقارب أو من وضعوا أو صياع الأيتام ينبغي بهذه الآية أن يعطوا الأيتام أموالهم عندما يصورون راشدين من أين أخذنا هذا القيد عندما يصورون راشدين جاءت آية أخرى تؤمر أن نعطي الأيتام أموالهم إذا صاروا راشدين فإن قال فإن آنستم منهم رجدا ففي هذا القيد قيدنا المطلق بالمقيد عندما نؤنس من اليتيم الرشد المسألة الصورة الرابعة من صور تفسير القرآن من القرآن هو حمل العام على الخاص ويشبه حمل المطلق على المقيد فحمل العام على الخاص هو صورة من صور تفسير القرآن من القرآن وهو بين وعمل بيان والعام يقال في تعريفه هو ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد أي أن هذه اللفظة عندما وضعت أول ما وضعت في اللغة وضعت للعموم ابتداء فعندما وضعت للعموم قصد بها العموم إذا أطلقت فعندما تطلق كلمة لفظة من الألفاظ العامة على شخص أو على حالة من الحالات في هذه الحالة نحن نقصد هذا العام ولكن إذا أردنا تخصيص العموم فنخصصه بلفظ يوضع لمعنى واحد على انفراد في هذه الحالة عندما نخصص مطلق أو مقيد كذلك عندما نخصص العام نخصصه بلفظة مفردة ينبغي أن نأتي بالقرآن الكريم القرآن الكريم جاء بأمثلة من هذه الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم ما سندكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا يقول هناك صيغ كثيرة للعموم وضعها الواضع اللغة أول ما وضعوها وضعوها للعموم ثم بعد ذلك خصصت بالصفات أو بقيود سندكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى فمن ألفاظ العموم لفظ كل وجميع وأجمعون وهي في القرآن الكريم كثيرة ومثلا في الحديث النبوي الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي فكلمة كل وكلكم في القرآن الكريم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم أي جميع الناس ليس هناك شخص يخرجوا من هذا المعنى أو من هذا اللفظ فكلمة كل وكلمة جميع وكلمة أجمعون وما إليها هذه هي من ألفاظ العموم الجمع المعرف بألة الجنسية مثل قولي المؤمنون المسلمون إلى آخره هذه اللفظة هي الألة الجنسية التي تدل على العموم أي جميع المؤمنين جميع المسلمين جميع لما تقول الناس يميع الناس فالجمع المعرف بألة الجنسية في هذه الحالة يسمى نوع من العموم والجمع المعرف بالإضافة مثل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم لفظة أولادكم هنا ددل على العموم الأولاد البنات وعلى الدكور وعلى جميع الأولاد لا يخرج منهم أحد والقرآن الكريم أخرج بعض الأولاد أو خصصهم والسنان النبوية خصصت بعض الأولاد أيضا من الميراث من الوصية فمثل الكافر ومثل الذي يموت قبل أبيه فهو يخرج من الميراث وليس له وصية كذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم فهنا أضيفة الأولاد إلى مما الجمع أي جميع الأولاد فالجمع المعرف بالإضافة من ألفاظ العموم كذلك المعرف بألة الجنسية مثل إن الإنسان لفي خسر هذه الألة الجنسية في الشخص والأولى الجنسية في الوصف عندما قلنا المؤمنون والمسلمون الجنسية في الوصف ولكن عندما نقول الإنسان فهي وصفية في الجنس إن الإنسان أي جميع الإنسان الذي يخسر ثم استثناء بعد ذلك الله سبحانه وتعالى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مما يدل على تخصيص المؤمنون بأنهم ليسوا في خسر كذلك من ألفاظ العموم المفرد المعرف بالإضافة مثل نعمة الله رحمة الله عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريبا من المحسنين فهنا المعرف نعمة الله جميعها رحمة الله كلها وكذلك من ألفاظ العموم المثنى المعرف بألة الجنسية مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتل في النار ألة الجنسية هنا المسلمان مثل ما قلنا ألة الجنسية للوصف فالمسلمان أي الإثنين معا هما في النار لكن بعد ذلك استثنى في الحديث قيل هذا القاتل يا رسول الله فنبه المقتل قال إنه كان يرد قتل صاحبه في هذه الحالة أي أن الإثنين داخلان في العموم كذلك من العموم النكرة في سياق النف مثل قول الله سبحانه وتعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فقوله لا عاصم اليوم من أمر الله أي من جميع لا عاصم لأحد فهذه النكرة كلمة عاصم هي نكرة في سياق النف أي لن يعصم أحد من أمر الله سبحانه وتعالى إلا من رحمه فهو استثناء وتقصيص ومن أمثلة هذه الصورة أيضا قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو هذا عام المطلقات بصورة عامة المطلقة الآيسة والمطلقة التي لم تحض والمطلقة غيرها من المعتدات كلها داخلة أن يتربص ثلاثة قرو مع أن في القرآن الكريم فارق بين المعتدات هذا عام خصص في المطلقة الآيسة وبالمطلقة التي لم تحض وبذوات الحمل فليس كل مطلقة لها نفس العدة وإذن المطلقة قبل الدخول بها ليست لها نفس العدة وهذه كلها تخصيصات في مواضع أخرى إما في القرآن الكريم أو في السنة النبوية خصيصة العموم يخصص بهذه الأشياء منها أيضا من أمثلة في هذه الصورة قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذا المعنى يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يدرك ولا يرى مطلقا لكنها خصصت هذه الآية خصصت بآية أخرى هي قول الله سبحانه وتعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يومئذن أي يوم القيامة فخصت هذه الحالة بأن ينظر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من صور تفسير القرآن بالقرآن تفسير المنطوق المنطوق والمفهوم فأن يفسر الإنسان المنطوق قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا كما ذكرنا وقد يكون مجملا فيفسر بالمفهوم من مكان آخر فنفسر المنطوق أو المنطوق بالمفهوم مثلا المنطوق هو دلالة اللفظ على معنى في محل النطق أي ينطقه الإنسان فالمنطق هو أن تتكلم بتفسير واضح نطقت به بلفظ واضح والمفهوم هو ما دل على المعنى ليس وقت النطق وإن في مكان آخر أو موضوع آخر أو بإشارة أو بقارنة غير منطقة وهذا التفسير أربعة أنواع الذي هو تفسير المنطوق والمفهوم أربعة أنواع إما بيان منطوق بمنطوق مثل صراط الذين أنعمت عليهم فهي بيان لمن قبلها عندما قال اهدنا الصراط المستقيم بينا بعد ذلك ما هو الصراط قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا منطوق بمنطوق فاسترها قول الله سبحانه وتعالى أيضا بموضوع آخر فأولئك ما هو الصراط المستقيم أو من هم الذين أنعم الله عليهم فاسترها موضوع آخر بقوله عز وجل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة هذا النوع الأول من تفسير المنطوق والمفهوم النوع الآخر هو بيان مفهوم بمفهوم ومنه قول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب يحلكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أدوا الكتاب من قبلكم هذه الآية تدل على أن المحصنة محللة للمؤمن من أي من هذه المذكورات المحصنات الحرائر العثيفات مفهوم هذه الآية يدل على تحريم الأمة الكتابية لماذا حرفنا ذلك بدلالة مفهوم قول الله سبحانه وتعالى في نهاية الآيات من فتياتكم المؤمنات والفتيات تطلق على الأمة سواء كانت مسلمة أو كتابية لكن خصصها بقول الله سبحانه وتعالى المؤمنات هذا التخصيص ينبغي أن ينتبه له الإنسان عندما يفسر المنطوق بالمنطوق أو المنطوق بالمفهوم أيضا من تفسير المنطوق والمفهوم بيان منطوق بمفهوم قلنا بيان منطوق من منطوق وبيان منطوق من مفهوم مثل قول الله سبحانه وتعالى أيضا حرمت عليكم الميتة والدم تدل على تحريم الميتة بالمنطوق وبيانه في مفهوم قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طائم من أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة خنزير فإنه رجل دل بمفهومه على أن الدم غير المسفوح لا يحرم قل لا أجد فيما أحي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فمفهومه أن الدم غير المسفوح لا يحرم كذلك من هذا النوع بيان مفهوم بمنطوق عكس الصورة الأولى ومنه قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم منه البعض الدلالة على رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بدلالة منطوق قول الله عز وجل وجوهن يومئذ ناظرة أي أن هناك ناس محجوبون وهناك ناس أناس يرون الله سبحانه وتعالى فكان تفسير منطوق بمفهوم لمحجوبون هذا منطوق ثم فسر بالمفهوم في قول الله سبحانه وتعالى أنهم ينظرون إلى الله عز وجل وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من أنواع أو من صور تفسير القرآن بالقرآن الكريم أيضا تفسير لفظة قرآنية بلفظة قرآنية أخرى بأن تكون أوضحة منها مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى عندما يفسر كلمة السجيل ترميهم بحجارة من سجيل فسيرة السجيل لأنها لفظة غريبة بقول الله عز وجل في مكان آخر أنها من الطين فقال حجارة من الطين في موضع آخر يرمون بحجارة من طين أيضا من هذا النوع و هذا المعنى بيان المراد بلفظ في سياق آية ما عندما تكون هناك آية وفيها لفظة غريبة تحتاج إلى بيان فتبين بسياق الآية نفسها مثلا لفظ الرتق في قول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فما هو الرتق؟ فسيرة الرتق أولا فسيرة الرؤية في هذه الآية أولم يرى الذين كفروا أنها رؤية بالقلب اعتبارا بأنها فتقت السماء والأرض فتقت بالهواء وجعلت السماء سبعا والأرض سبعا وذلك لا يرى بالعين فقال أولم يرى الذين كفروا أي بقلوبهم ففسر بهذا السياق تفسيرا معين ثم فسرت أن الرؤية ولم يرى الذين كفروا في آية كما في آية أخرى ولم ينظروا فعندما نفسر الرؤية بالنظر في هذا الحال معناها أن الرؤية رؤية عين فاعتبارا بقول الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرج والأرض ذات الصدق فسر الرتق بأنه الفتق بين السماء بالمطر والأرض بالنبت فعندما تخرج المطر أو حبات المطر من السماء تبر فتقا وعندما تفتق أو ينزل المطر إلى الأرض يعتبر أيضا فتقا ففسر الفتق بالماء والمطر على اعتبار أن الرؤية رؤية بالبصر وهذا تفسيرا بالسياق الصورة السابعة من صورة تفسير القرآن بالقرآن تفسير معنى بمعنى أي تفسير معنى آية بمعنى آية أخرى مثلا قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هذه الآية فسرها بعض العلماء فقالوا ما معنى لو تسوى بهم الأرض قال بعضهم أن المراد أن يصوروا ترابا كما قال في سورة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في سورة النبأ ذكر أن هذه الآية في سورة النبأ تفسير الآية التي في سورة النساء وهو تفسير مقبول لأن هذا معنى وهذا معنى ولكن بعضهم أيضا تفسرها بأن المراد أن يتمنى في ذلك اليوم الناس يتمنون أن يسوون بالحيوانات وهذا ليس عليه دين من القرآن الكريم وإن جاءت بعض القصص عندما غير في الحديث النبوي أن الله سبحانه وتعالى يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقاد بين الحيوانات ثم يقول الله عز وجل لها صيري ترابا فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون ترابا هذا معنى من المعاني ولكن الأولى أن يفسر بسياق القرآن الكريم في سورة النبأ كذلك من صور تفسير القرآن بالقرآن رد المتشابه إلى المحكم بحيث يحمل ما تشابه من القرآن الكريم أو ما كان فيه إشكال على الإنسان مما يوافق المحكم ويلغي سائر الاحتمالات وهو نوع من الترجيح مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا قال بعض العلماء هذا لا بد أن يقيد فهل ينبغي أن يكون غفران الذنوب للناس جميعا أو الذنوب كلها تيب منها أو لم يتب قال بعض العلماء لا إنما قيد بآية أخرى وهو قول الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب فقيد بالتوبة وهذا نوع من التفسير الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له عندما يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى من تفسير القرآن بالقرآن أيضا القراءات القراءات وهي نوع من صور التفسير ومن أهم مصادر تفسير القرآن بالقرآن بل هي إحدى أصول التفسير عموما فلأن القراءات إذا كانت متواترة ثابتة فهي نوع من القرآن أو شيء من القرآن الكريم والقراءات المتواترة هي آيات من الآيات لكنها يقرأ بها في موطن آخر أو في مكان آخر ولذلك نجد المصاحف التي فيها القراءات القرآنية تنتقل أو جاء جيئة بها في مواضع وجيئة بالآيات الأخرى أو بالقراءات الأخرى في مواضع أخرى مثلا قراءة ورش في المغرب العربي يقرأ بقراءة ورش وقراءة حفص عندنا في مناطقنا العربية الأخرى ويكون القراءات نوع من التفسير تفسر المجمل أو تقيد المطلق أو تخصص العام وكل ذلك وارد في القراءات القرآنية وقد يأتي تفسير بالقراءات الشادة ولكن هو أقل قوة من التفسير بالقراءات المتواترة كذلك من صور تفسير القرآن بالقرآن النسخ وهذا نوع من التفسير احتمله بعض العلماء ونوع من البيان وليس تفسيرا بعض الآيات القرآنية نسخت وأزيل تلاوتها وبقي حكمها وبعضها بقيت تلاوتها وانتسخ الحكم وهو نوع من البيان فعندما نجد آية قرآنية لا ننطلق إلى تفسيرها بل ننظر أولا هل هي منسوخة أم ناسخة أم أن حكمها ما زال قائما ولذلك قالوا عن علي بن بن طالب أنه لا ينبغي ذكر عنه أنه قال لا ينبغي لإنسان لا يعرف النسخة في كتاب الله أن يقدم على التفسير والنسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عند السلف قصدوا به بيان لفظ من خارجه أو رفع دلالة ظاهرة بتخصيص أو تقييد أو بيان مجمع أو استثناء هذا كان معناه ولذلك أدخلوه في مجمل صور تفسير القرآن بالقرآن والمتأخرين قالوا أن النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم يرفع بخطاب متراخ عنه أو جاء بعده من خطاب الشارع ولذلك في هذه الحال لا يسمى هذا تفسير وإنما يسمى رفع حكم أما ننتقل إلى نقطة أخرى الآن وهي مصادر تفسير القرآن وحجيتها عندما نذكر تفسير القرآن من القرآن لا بد أن نعرف ما مدى حجية هذا النوع من التفسير أولا المصادر تفسير القرآن هو القرآن نفسه أول مصدر ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلقها لوعة إذا ما استوي الشر الجزوعة وإذا ما استوي الخور منوعة هذا تفسير متصل جاء تفسير الآية القرآنية بسياق متصل لها وقد يكون هناك بيان للقرآن الكريم أو لآية القرآنية ببيان منفصل مثل الصور التي ذكرناها سابقا وهذا البيان لازم القبول إذا كان صريحا مثل الآية المذكورة لا يحتمل التأويل وأما إذا كان هناك تأويل واجتهاد فقد يختلف وتفات فيه العلماء ولذلك يعتبر تفسير القرآن من القرآن من المسائل الاجتهادية في هذه الأوجوب المصدر الآخر هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وقد يكون منه متواترا ما يكون متواترا ومنهما هو أحاد وهو حجة واجبة الاتباع إذا كان صريحا في التفسير وأما إذا كان نوعا من أنواع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ليست له دلالة صريحة فينظر فيه ويستفاد منه ويستأنس به ويقدم على غيره عندما يبين معنا الآية كذلك من مصادر التفسير المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم والمنقول عن التابعين بشروطه كما ذكرنا بأن يكون موافقا لكتاب الله وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله كذلك ما يتوصل إليه من مصادر التفسير ما يتوصل إليه المفسرون بعد التابعين فليس المقصود فقط أن نقف على النقل من الصحابة والتابعين ولكن أيضا بعد ذلك جاء علماء فذات فسروا القرآن الكريم فينبغي الاهتمام بما قالوه والرجوع إليه في حال الحاجة إليه مثل طبري وغيره من مفسرين العظام وأيضا يأتي تفسير القرآن الكريم بالإجتهاد والنظر الصحيح ينبغي الإنسان أن يركز على تلك المصادر أولا عند تفسير القرآن الكريم وأن يعود إليها دائما وأبدا عندما يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تجاوزها إلى غيرها إلا إذا لم يجد التفسير فيها عزائي الطلبة بعد هذا العرض نذكر لكم هذا التكليف وترجعون إليه إن شاء الله وتنفذونه وهو أن نقول لكم تنقلون ذكر الصور أو تذكرون الصور التي درسناها في هذه الوحدة لتفسير القرآن من القرآن مع مثال واحد لكل صورة من تلك الصور أعانكم الله والسلام عليكم ورحمة الله